20 سيارة إسعافية دوب تكفي اللي حصل في وقعة قطارات الزأزية تخيل أطرين خبطوا بعض وصوت الخطة هز المكان كله إهي اللي حصل أطرين تخبطوا بعض إزاي ده يحصل وليه كل دوء أكتر هنعرف مع بعض في الفيديو ده النهاردة الزأزي في الشرقية كانت على موعد مع واحدة من أكبر الوقائع الصعبة اللي حصلت في الفترة الأخيرة العيون كلها على الزأزي دلوقتي أطرين خبطوا بعض ومحدش لستفاهم إزاي حصل ده الواقع كانت قدام الكبرى الجديد في منطقة إسمتيني الزأزية مشهد صعب جدا صوت سيارات الإسعاف مغطية على كل حاجة الناس في المكان مش مستدقا اللي حصل لحد دلوقتي المعلومات اللي عندنا قليلة مش معروف بالضبط الأطرين كانوا فين قبل ما يغبطوا هل كانوا ماشيين وش في وش وحصل اللي حصل ولا الأطرين كانوا على نفس الخط واحد منهم كانت سرعته عالية ولحق التاني من وراء كلها تخمينات لكن الحقيقة تطلع أكيد لما التحريات تظهر والمعلومات الصحيحات بأنها كل اللي احنا متأكدين منه هو أن الوقع دي صعبة جدا والصور والفيديوهات اللي انتشرت من مكان الوقع بتبين حجمها وزارة الصحف الشرقية ما سكتتش في دقايق بعته عشرين عربية إسعاف لما كان الوقع عشرين عربية رقم دي يقولك قد إيه الوقع كبيرة صهيرة الإسعاف كانت بتحول توصل بسرعة لإنقاذ الناس والإشاف المشهد بيقول إن الشوارع كانت مليانة عربيات والناس حوالين المكان كتير جدا الوقع دي أكيد هتأثر على كل اللي شافها سواء في الشوارع أو على السوشيال ميديا وأول ما الصور والفيديوهات من نزلت على الإنترنت الدنيا كلها تقلبت الفيديوهات كانت صعبة جدا لقطرين فيهم أجزاء كتير بوزت وعربيات الإسعاف بتتنقل بسرعة ما بين المصابين والناس بتحاول تساعد اللي تقدر عليه منظر ما يتنسيش أبدا خاصة إن اللي حصل في لحظات وبدون أي إنزارة الموقف لسه مش واضح لحد اللاحظة ما فيش تأكيد على عدد اللي انتهت حياتهم أو المصابين كل اللي نعرفه إن الوقع كانت أكبر من أي حاجة حصلت في مصر خلال الفترة دي البعض بيقول إن في ناس راحت في الوقع دي لكن العدد الحقيقي لسه محدش عرفه والأرقام بتتغير كل شوية مع وصول معلومات جديدة اللي بيزيد من صعوبة الموقف هو إنه لسه ما فيش تفسير واضح للوقع هل كان في خطأ بشري؟ مشكلة في الإشارات؟ هل كان في حاجة غلط في القطارات؟ كل دي أسئلة بتدور في دماغ الناس والإجابات لسه مش واضحة التحريات شغالة والمعلومات الاسمية تطلع قريب لكن في الوقت الحالي كل اللي الناس عاوزاهم إنه يعرفوا إزاي الوقع دي حصلت بالشكل المفاجئ ده منطقة الوقع كانت مليانة ناس من كل مكان سواء من الأهالية أو فرق الإنقاذ المشهد كان صعب جدا والناس ينكن بتحاول تسعب بأي شكل ممكن البعض كان بيجري يسحب الناس والبعض الآخر كان واقف يحاول يهدي المصابين ويطب منهم إن الإسعاف جاي في الطريقة حدش كان يتوقع إن يوم عدة زي ده عادي يتحول ليوم صعب بالشكل ده لكن للأسف الوقع دي بقت جزء من حياة الناس على مستوى العالم سوق في مصر أو خارج مصر أو أي مكان تاني الحقيقة إن اللي حصل النهاردة هو تسكير قوي بإن الأمان في السكك الحديدية مهم جدا في النهاية الوقع دي هتفضل في زاكرات الناس لفترة طويلة كل اللي نقدر نقوله دلوقتي هو ربنا يسطر على المصابين ويخفف عن أهالي اللي راحوا ترجمة نانسي قنقر